عقد رؤساء البرلمانات والمجالس النيابية العربية اجتماعا تشاوريا قبل بدء اعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت شعار رؤية برلمانية عربية لتحقيق توظيف الآمن للذكاء الاصطناعي وخلال الاجتماع ندد رؤساء البرلمانات والمجالس النيابية العربية بالازدواجية الخاصة بالمعايير في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة مؤكدين ضرورة تواصل إلى وقف لإطلاق النار كما أشاروا إلى أن القمة العربية في مملكة البحرين ستشهد مناقشة مستقبل القضية الفلسطينية مجازر وحداث جرائم حرب وإضافة إلى تم التأكيد على إدانة الصمت الدول الغربية ودعمها للعدوان ومنعها لوقف إطلاق النار واستخدام الفيتو في مجلس الأمن كل هذا الأمر تم التوافق عليه